المدافع في أوكرانيا العقوبات على روسيا والتدعية في إفريقيا إفريقيا التي تعاني عدد المناطق فيها قبل الحرب من نقص في الغذاء بسبب الجفاف والقحط تشهد تراجعا حادا في الإمدادات معاناة بلغت شدتها في دول القرن الإفريقي مخيم دولو للنازحين في السومال صورة حية لمعاناة إنسانية الحلقة الأضعف فيها الأطفال والنساء حبيب الأم تحاول إنقاذ طفلها الذي كان يزن قبل ثلاثة أشهر من تلقيه علاجا مكثفا نحو خمسة كيلوغرامات فقط أي حوالي نصف ما يجب أن يزنه طفل في عمره هربت من حركة الشباب والجفاف الشديد الذي ضرب قريتنا وأفقدنا ماشيتنا لم أحصل على أي مساعدة هناك وطفلي مريض للغاية ويعاني من سوء التغذية المساعدات الشحيحة بسبب نقص الإمدادات تفاقم من الأوضاع التقول الوكالات الإنسانية التي تكافح مع ارتفاع الأسعار على نطاق واسع إن الأزمة في أوروبا جعلت الأمور أسوأ تضاعفت أسعار السلع الأساسية في الصومال وفي بعض المناطق أصبحت أعلى بنسبة 93% لم يتم تمويل الاستجابة للنداء الإنساني في الصومال إلا بنسبة 15% وتقول اليونيسيف إنها تنفق 137 مليون دولار سنويا على الأغبية العلاجية وتقدر قيمة السوق الإجمالية بما يصل إلى 400 مليون دولار لكن وكالات الإغاثة تقول إنها أصبحت باهظة الثمن مع تضاعف التكلفة القضية الأساسية في الوقت الحالي هي أزمة ناجمة عن المناخ والجفاف لكن الأزمة الأوكرانية أيضا ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بين سندان الجفاف ومترقة تدعية الحرب والعقوبات المفروضة على روسيا يبدو أن الأسوأ قادم تحذيرات إنسانية تجمع وكلات الأمم المتحدة للإغاثة على إطلاقها من أجل توفير الدعم المالي والمساعدات الكافية لتخفيف معاناة ملايين البشر المهددين في السومال ومنطقة القرن الإفريقي بأكملها ترجمة نانسي قنقر